شكر النجمة قوي 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 فقش بالوقت يا فقش هنلعب مع بعض ماذا لو هسألك سؤال وهيطلع لك ثلاث صور فيهم ثلاث اختيارات ولازم تختار اختيار من الاختيارات دي اوكي تمام يلا السؤال الاول لو ما بقاش فيه غير اغاني شعبي وانت هتعمل دويتو مع واحد من المطربين دول فتختار مين عبدالبسط حمودة ولا محمود الليسي ولا بوسي هعمل دويتتي مع بوسي بوسي طب ليه بوسي عشان يعني انتفاهم خلاص بقى اكل عيش بقى وهي يعني ده يطلع ناتج جميل هي صوتها رائعة طبعا ايوة يا بوسي يا جامده واحلى سعبة وتحيل بوسي طيب لو رجعت بيك قالت الزمن اللي ورا وهترتبط بفنانة من الفنانات دول ترتبط بمين نجلق فتحي ولا مرفة امين ولا نبيل عبيد ناخد نجلق فتحي وساقفة جميلة نجلق ياريتنا ما نجلق فتحي يا رب ليه يا رب ما خلقتنيش نجلق فتحي يا رب ليه يالله طيب لو انت ما كنتش محمد فقال وكنت مغني شاب من اللي موجودين دلوقتي كنت تحب تبقى مين من دول تامر حسني ولا حمائي ولا لواء الجسار تامر حسني ولا حمائي ولا لواء الجسار تامر حسني طب ساقفة نجلق جلتها يمرحبت طب اش معنى حمائي حمائي يعني زميل الكفاح مع بعضينا تامر حالة غنائية منفرد تفكرني بنفسي وانا صغير يعني من الاول ما بدأت كده اللي هو انا بغني اللي انا عايزه طيب لو انت رجع بيك الزمن والمفروض ان انت هتعمل فيلم بطولة مع حد من الفنانات دول ساعة خاصلة هتحطوها هيا دي لا مش فنانات فنانين رجال اختار مين محمود عبد العزيز ولا احمد زاكي ولا نور الشريف اقسم بالله ما هجاوب لا ايه ده ما ينفعش تلاتة بكل بكل يعني وليها الشرف يعني ما ينفعش حد فيهم متأل فيه كلمة طبعا تحية ومساقفة كبيرة ليهم هم التلاتة بس متحرفش علي تاني بقى يا بخش بقى تضغط علي كامل قوي بصي للصورة تضغط معاك حقب صورة بصي للصورة لا بقول لي لو هيبقى معاك ملحن هتقعد طول عمرك تغني له هو بس مفيش حد تاني خالص تختار مين من الملحنين دول تصق ان انت تتسلمني ووصفك تبنيه لا يمكن اعمل كده ما افتراض افتراض يعني افتراض انا وليد سعد ولا محمد يحيا ولا محمد رحيم ولا عمرو مصطفى ده وليد سعد طبعا اجامل جدا وليد سعد وتحية لك بفجر طبعا طبعا وليد سعد هو حساس كده زي جدا ده بليخ حمدي الوطن العربي ده حقيقة مش كلام وليد لو قيسنا نجاحاته هتلاقي وده ما يقللش خالص من نجاحات الاخرين اللي موجودين دول انهم ليهم علاماتهم الكبيرة والجيدة خاصة انا عمرو مصطفى يعني بأمانة عمرو مصطفى انا الشابو لي في الفترة اللي فاتت دي كلها هو اكتر شاب كان متحمس بيعمل اغاني وطنية وقدم الاطفال في مناسبات وطنية وبحيي عليها جدا جدا وهي حد يقول فيه غير كده يبقى بيظلموا ويبقى بحيي بجرد هيا جديدة لعمرو مصطفى الجميل وليد سعدت بقى بتاع يعني ده انا لو حبيبك وياما يا نور عناية ويعني ده ده دحية احساس فيش كلام في وليد وصوت اه صوت حساس جدا جدا ولكن هو ظلم الصوت ده وصاد انه هو يقدم اه الحان وتجارب لأصوات كتيرة جدا منهم محمد فهدي صح طب قولي بقى لو نفس الموضوع بس مع الشعر فتختار مين الشاعر برضو اللي سلمنا اه اه لا والله اه شاعر بقى تغنيلو ترى حياتك مين امير طعيمة ولا اي من بهجة امر ولا خالد تاج الدين خلت تاج الدينة مش تخلتش معانا يعني يعني مع احترامي الكامل ليه طبعا معا بس معا ما تقابلناش قبل كده انما الاتنين تانين دول بقى يعني عمل معايا اول تجارب ليه كان دمعتين الله في في البوم حبينا زمان لا وليد اه اه اي من بهجة امر مش مش حد عادي بالنسبة لي صح يعني اه من اسباب نجاحات محمد فؤاد و اه ليه فضل كبير في في تاريخ محمد فؤاد امير طعيمة هو المجدد لمحمد فؤاد و اه وعاش معايا سنتين ولا سنة ونص بنعمل في البوم اه ابن بلد اه بعديه كان اه اصيلي اصلي وحد من اريح الناس اللي اشتغلت معاهم في حياتي يعني وتحية كبيرة جدا للشاعر ايمان بهجة امر طبعا وامير طعيمة طيب قولي لو هتعمل دوتو مع مطرب قديم وده سؤال صعب تختار مين من الفنانين الكبار دول شفت انا شاورت وطلع هناك عليو انت حاسم والله وطلع هناك او يعني عبدالوهاب ومحمد فوزي لا هلوين جدا طبعا طيب عبدالحليم عبدالحليم وفوزي وسعفة ده 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 يعني مقدرش عليه خالص يعني وده يهزر ونبقى يعني لا يبقى تحية كبيرة للفنان العظيم عبدالحليم حافظ لو كنت ممثل كوميدي وانت اصلا كوميدي وعسل يعني بس لو كنت ممثل كوميدي بقى من اللي هو اللي احنا شلناهم من جسمك بقى كده وبقت حد تاني تبقى مين من دول اسماعيل ياسين لا مجدان ميكي ولا ساع ولا هنيدي كوميدي كوميدي ايه لا يعني ما دول يعني دول معاديين في الكوميديا مراحل محدش يعرف اجابها كممثل عادي ما انت هتبقى واحد فيهم اه يعني اه اه انت هتعيش في قصة حياة عزيزة الا في الناصي ده محمد سعد كارسي ده وتحية كبيرة لمحمد سعد العشر ما شاء الله يعني انا بقي لي اتنين بس يكلمونوا باصحابي لا انا المهم ان انا موجودة وحبك ده بالدنيا وبعدين ده افتراض اللي يزعل من الافتراض يبقى عنده اعتراض احنا مالنبيه ما علينا طيب لو هتختار واحد من دول يبقى هو نقيب الموسيقي الموسيقي تختار مين أمير عيد ولا عبدالباسط حمودة ولا أكا وقرتيجة يا نهر أزرق بس خدي بالك بقى مش كلام عباسط ده فنان كبير قوي هذي فنان كبير وموسيقيا ده يتمزيك أنا بعتبر دايما بعتبر دايما الشغل النقابي بياخد الفنان من شغله الحقيقة فبيتظلم كفنان هو ممكن ياخد الصفة دي شرفية يبحدي بيدير الحكاية دي عشان هو يبقى بيخلي باله من شغله ده ما يمنعش إن وجود الأستاذ هاني شاكر بقيمته باسمه في هذه المكانة أنا سمتها انتحار كلمته في مرة وهو داخل في الانتخابات قلت له ده انتحار وتشكر عليه موسيقيا مصر لابد أن يشكروك عليه أنت قيمة بالنسبة لنا كبيرة جدا جدا فمعنى أنت تفضي نفسك للهم ده يعني أنت كده بتحط يعني تاريخ فنان بنعتزي بيه كلنا على الحكي صح ومتشكرين وكلنا هنقدر لك ده وربنا عينك يعني فهي مهمة لفنان ناس عايزة لابد أنها تبقى شرفية ويشوف شغله يعني هو صح طيب يعني برضه يبقى من فيهم اعتقد أن عبد الباصد ومبروك على عبد الباصد حمودة لكابة الموسيقيين ألف مبروك يا سعد النقيب